عود مشاهدين إلى الخبر الأبرز في هذه الجولة الإخبارية حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لسيما ذات الصلاة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا يضم رئيسي شركتي وهوان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا يضم رئيسي شركتي وهوان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين وذلك بحضور الفريق أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عامي جهازي مشروعات الخدمة الوطنية واللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيمويات الوسيطة والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بيترو جيت صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استرادة تعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعيين للأسمدة الفوسفاتية والمركبة والأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصادقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا موجها بمعصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي أوضح السيد الرئيس أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن وشدد السيد الرئيس كذلك على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق تصنيع المحلي في مصر لا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتجغلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر